اهلا بيكو في اول فكرة من فكراتنا النهاردة ومعركة الوعي معركة الوعي بتاعتنا النهاردة عن الادمان الادمان حاجة يعني قد ايه فضيعة وقد ايه صعبة والدولة تصدت ليها وقاموا بدور كبير في التوعية وقاموا بدور كبير جدا في كشف على الناس السائقي الميكروباسات والسيارات وحاولوا ان هم يتابعوا فترة كبيرة جدا وفعلا قدرنا ان احنا نوصل ان احنا يعني بقى عندنا وعي بالنسبة لموضوع الادمان وادمان المخدرات بالاخص ادمان المخدرات بيقوم بيه دور كبير جدا يعني صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي ودكتور هشام جمعة اخصائي علاج النفسي والادمان بصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي مشرفنا النهاردة وحنقدر نعرف منه بقى القصة بتاعت مكافحة الادمان اهلا بحضرتك يا دكتور اهلا بحيك بكل سادة المشاهدين عايزين نعرف بقى دكتور من حضرتك يعني حتة الادمان ادمان المخدرات الفيلم اللي احنا بنتفرج عليه او السينما وبمعنى اصحل كل افكارنا عن الادمان ان هما لما بيخشوا في الموضوع ده ما بيعرفوش يرجعوا وبيبقى في حاجات بقى سلبية جدا وحاجات صعبة جدا ما بيقدروش ان هما يقوموها وبيموتوا بقى وبيحصل لهم حاجات كتيرة مش حلوة بس عرفنا انكم عندكم في صندوق مكافحة المخدرات ليكوا ادوات وليكوا طريقة علاج نفسي وتهيئة وحاجات حضرتك هتحكي لنا عليها طبعا في البداية خلينا نقول ان يمكن الدراما او السينما بشكل عام هي جزء من اللي بيشكل الوعي وبيروض لأفكار كتير ما بين الناس يمكن الادمان من الحاجات اللي هي ظاهرة بتستهدف عماد المجتمع اللي هما الشباب ويمكن الفئة دي بتتأثر اكتر بالدراما والسينما وما الى ذلك من وسائل اعلام ووسائل السوشيال ميديا بشكل عام خلينا نقول بس عشان نوضح للناس كل الصورة لان فعلا في حاجات بتتعرض بيبقى هي حقيقة وفي حاجات بيبقى فيها جزء مبالغ فيه شوية فخلينا برضو نوضح لست المشاهدين ايه هي الصورة الحقيقية للادمان ايه هي مراحلوا ايه هي طريقة علاجه لان برضو من الحاجات اللي بتروج ان هو اللي بيخش السكة دي مش هينفها يرجع تاني بيفقدوا الامل يا دكتور بيفقدوا الامل ان هم يخفوا لو في اسرة عندها حد مضمن بدل ما يعالجوه يقولوا لا ده الناس دي بتموت الناس دي سيبوها كده لغاية ما تموت وفعلا فيه ناس ما عندهاش الوعي الكافي انها تعالجوا انها تروح لكوا تشوفوا تقدروا تقدموا لهم حل بالضبط هو من حاجات المنتشرة جدا عن الادمان للأسف دي ثقافة خاطئة ان ما فيش تبطيل يعني فيه كتير من المدمنين قبل ما يتوجه لسندوم كفحة وعلاج الادمان ببعنده مفهوم راصخ ان انا هعيش بيها وهموت بيها انا عملي ما هبطل ولكن خلينا برضو اوضح لحضرك ان المفهوم ده هو مفهوم خاطئ لان دلوقتي التعافي حاجة ممكنة التعافي نقطة بداية فيه هو ان الشخص يكون عنده ارادة او عزيمة حقيقية للتغيير بعد كده يتوجه لسندوم كفحة وعلاج الادمان وبرضو نوجه الناس ان ده بيتم من خلال الرقم الموحد للخط الساخن لعلاج الادمان اللي هو 16-0-23 ده متاح 24 ساعة طول ايام الاسبوع من خلاله بيتم العلاج على نفقة الدولة بالمجان بالكامل وفي سرية تامة اللي هو 16-0-23 ده متاح 24 ساعة ده رقم الخط الساخن بتاع صندوق مكافحة المخدرات بالزبط متاح 24 ساعة طول ايام الاسبوع لو اتصالنا بيه في اي وقت وفي خصوصية بقى يا دكتور وبسرية تامة عشان فيه ناس يعيني قسر يبقوا خايفين خالص ان حد يعرف ان عندهم حد مدمن زي ما اضفح حوله يتلاشوا ان هم يعالجوه فلأ ده بسرية تامة العلاج على نفقة الدولة وبالمجان بالكامل زي ما قلنا ببلاش بالمجان يعني ببلاش والدكتور بيعالجهم وهناك الاسطاف كامل بقى يعني الصندوق بقى فيه ناس كتيرة كافلة جميلة فريق علاجي وفيه عدد من المراكز الشريكة حالين هم نتكلم على 28 مستشفى على مستوى الجمهورية على مستوى 17 محافظات على مستوى 17 محافظات وان شاء الله كمان فيه خمس مراكز هيتم افتتاحهم في العام الحالي فهم نتكلم على ان انت مطرح ما كنت موجود ان شاء الله هتلاقي فيه مكان جنبك يقدم لك الخدمة العلاجية بس اهم حاجة زي ما قلنا في البداية ان انت تطلب الاراضة والقدرة النفسية ان هو عايز يخرج من الظلام ده او السواد اللي هو فيه بالزبط نوضح بقى ايه اللي هيحصل بعد ما نتصل بالرقم ده احنا عندنا العلاج بيكون من خلال 3 مراحل خلينا نقول ان مجمل المراحل دي هنعلمك ازاي تبطل وهنعلمك بعد كده ازاي تعيش لان انا من اول ما هبتدي معاك في مرحلة ما يسمى بازالة السمو وازالة المخدر تخليص الجسم من المخدر ومن السمو ساحب السمو وازال عرض النصحاب اللي هي بنسميها الديتوكس دي بتقعد من 5 ايام ل 10 ايام نبتدي نبتدي تدخل دوائي مع المرضى عشان نخرج السمو من الجسم بتدهم ادوية بيبقى مثلا حاجات حديثة بقى غير الحاجات اللي هي للقديمة زمان زي ما كانوا متخيلين ان هم هياخدوا ادوية وهيفضلوا طول العمر ياخدوا في ادوية لا انتوا بتدهم برنامج ده بتدخل طبي من الاطباء اه بيتم ازالة السمو فترة معينة بتطرده فيها السموم اللي هو على مدار سنين عمره بقى فضل يتعطاها بالضبط هي من 5 ايام ل 10 ايام ايا كانت اعرض لنسحاب باختلاف نوع المخدر بيتم التخلص منها بعد كده بننتقل للمرحلة التانية اللي هي التأهيل النفسي والاجتماعي هنا بيبتدي المريض يبتدي يفهم طبيعة المرض يبتدي يعرف ازاي يتجنب المرض عشان ما يحصلش انتكاسة بعد ما يخلص ويخرج من المستشفى لان هو ممكن يخف ويبقى خلاص المفروض انه خرج من المستشفى ويرجع ينتقس يرجع تاني زي مكان لو ممشيش على حاجة اللي هو تعلمها جواه المستشفى انتو لو ممشيش على نفس المتابعة بقى مع المستشفى في برنامج نفسي هو بتعلمه جواه المستشفى تأهيلي بتعملوله تأهيل ما بعد التخلص من المخدر اه معه بعد الديتوكس بيبقى عندنا بقى فترة التأهيل النفسي من شهر للثلاث شهور بيبتدي يتعلم برنامج نفسي طبعا البرامج النفسية مختلفة ومتعددة فاحنا بنشتغل على المعايير الدولية دلوقتي في البرامج الحديثة في علاج الادمان ايوة فاحنا بنبتدي نعلمه برنامج ده بيبتدي انه هو يتقنه ويتعلمه كويس عشان يتخلص من الادمان ويبتدي يتعرف ازاي هو ممكن يحصل انتكاسة فتجنب الانتكاسة وبدأ يعني ده بيخالي انه هو يعيج بناء الشخصية من قلبه جديد لان العلاج النفسي قايم اصلا على بناء الشخصية ثقف نفسه بتعيدوله الثقف نفسه تاني يعني احنا بدي نبتدي نصلح التفكير هو العلاج النفسي قايم ايما على بناء الشخصية او ان احنا نبتدي التفكير بيقى في بعض اخطاء التفكير اللي بيكون مسهترة على الشخص ده من الضعف والوهن والادمان لحاجة حلوة بقى مقبل على حياة شايف ثقف نفسه وحاسس ان هو بني قدم يعتمد عليه مش حد كده بصن له نظرة المدمن عشان اهله بقى بالضبط عشان اهله للمرحلة الاحقة اللي هي التالتة اللي هي ازاي اندمج في المجتمع مرة تانية الدمج المجتمعي ده حاجة مهمة جدا زي ما قلت حيك في الاول احنا بنعلمه ازاي بطل المخدرات وهكام بنعلمه ازاي يعيش ففي المرحلة التالتة ازاي اندمج في المجتمع مرة تانية اهم نقطة بقى حتة ازاي يعيش دي لان هما دايما بيبقوا متعلم عليهم ان هما ما يشتغلوش احنا بنساعدهم في ده بقى اه كمان احنا يعني تحت رعاية مع الوزير التضامن دكتوراني فيل القباش كان فيه توجيهات دايما بان احنا هنساعدهم في الجزء ده من خلال حاجة اسمها التمكين الاقتصادي ايوة عشان المدمن يرجع عندما يجب مرة اخرى عشان نزيل عنه ونخفف عنه ما يسمى بالوصمة الاجتماعية لازم نعلمه زي عندما يجب في المقطع من خلال يعني اسلوب حياة جديد ويعرف ان دي مش وصمة يعني احنا لازم برضو من ضمن الوعي يا دكتور انها مش وصمة اجتماعية ده مرض يعني بقى مريض لازم يتعالج ولكن بيدور في بعض الاوساط ما يسمى بالوصمة اللي تمامها حواليه من ضمن الثقافة السائدة الخطيئة حواليه مدمن بيتقال ده مدمن بالزبط ولكن هو بيندمج من خلال المشروعات اللي حمي نوفرها ليه طيب نوضح برضو ايه هي الحاجات اللي حمي نوفرها ليه المتعافين من الادمان اللي بيخرجوا من صندوق قفحة وعلاج الادمان والمراكز الشريكة ليها ان احنا الاول بنعمل ما يسمى بمبادرة بداية جديدة دي بتشمل ان احنا بنتدي نتعاون مع بنك النصر الاجتماعي ونبتدي نمنحهم قروض صغيرة عشان يبتدي يفتح بيها مشروع يكون مصدر داخلي دي او لأسرته ايا كان هويته بقى لو هو عنده هواية عنده حرفة ولا بتعلمه بالزبط ده النوع الاول النوع التاني بقى بخصوص الحرف والحرف المهنية احنا نتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة بنعمل ما يسمى تدريب الحرفي او تدريب المهني على حرف صغيرة ننتدي نعلمهم مهن صغيرة وبعد كده ياخد شهادة بهذه المهنة وينزل يقدم في اي شركة او في اي مصنع احنا بنحاول نلحى الناس اللي داخل جودات الادمان مقابل الجريمة وبالزبط وكمان احنا نتعاون سندوق الادمان بنعمل حملات توعية عشان يبقى فيه وقاية اولية وقاية اولية بمعنى ان انا ببتدي افهم اللي لسه ما تجهش الادمان ايه هي خطورة الادمان عشان لا ينساق لهذه التجربة رفع الوعي ان احنا بالنسبة لنا كل حد يحاول ان هو يخاف على اسرته واي حد يلاحظ ان عنده حد في اسرته فيه اي مشكلة بدر يعني يبين عليه اي نوع من انواع الحاجات الغريبة لازم يبحث وراه بالزبط ويلحقوا بدري ويروحوا يكلموا الهوتلاين كل ما بنلحق الموضوع بدري كل ما بيكون عندنا تنبؤ بالشفاء افضل مصبوط يا دكتور لان خيب الادمان عند معظم الحالات ممكن تستمر الاسنين قبل ما يعرف سكة العلاج او قبل ما يبتدي يتعب ويخسر حاجات كتير في حياته فيطر يدور على العلاج دكتور طب هنطلع نشوف تقرير معمول مع متعافين عايزين نعرف مينهم بقى يعني كان ايه الرحلة اللي هما مروا بيها وازاي قدروا يتعافوا ونرجع نكلم حضرتك ونعلق على التقرير دلوقتي ترجمة نانسي قنقر